يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم تعادل الجونة سلبيا مع النادي الآلي الأهلي خسر نقطتين مهمتين جدا في المنافسة على صدارة الدوري الأهلي أصبح له مؤجلتين فقط لو فاز بيوم هيتساوى مع نادي الزمالك في النقاط صحيح المواجهات المباشرة لسه في صالح النادي الأهلي ولكن الدوري مازال طويلا مازال طويلا بيرامد الآن هو فارق عن الزمالك بنقطتين فقط ولو الأهلي وصل للنقاط الزمالك فيبقى بيرامد فارق نقطتين فقط عن الأهلي والزمالك منافسة قوية جدا على الدوري هتكلم بعد شوية عن المنافسة دي اللي ممكن ممكن يخش شقف يوتشر واسموحة كمان بس هفاهمكم إزاي بعد شوية حتى لو نظريا حتى لو جيت قلتلي إزاي يعني حتى ينافس الآلي والزمالك هقولك على أهل النظريا دلوقتي لا كله عنده فرصة أنه ينافس على الصدارة